في هذا الشريط سنبدأ في اكتشاف إكسل 2013 ومميزاته ونبدأ أولا بالقائمة التي توفر عليها لإكسل 2013 في واجهات المستخدم قائمة إكسل 2013 كيفما كتلاحظه معروضة بشكل من الدم وبشكل متناسقه جيد قاعدنا فيهم جموع متنوع من الرموز والوضائف اللي كتساعدنا في فهم هاد البرنامج واللي كيتواجددنا هنا فأعلى واجهات المستخدم واللي كي توفر على مجموعة من نوافد ولي بدورها كتضم مجموعة من الأداوات والوظائف مثلا لأنجلي healthy واللي كي تعتبر من أهم النوافد كي توفر على وظائف اللي كنساملها بشكل كبير بالنسبة للأنجلي insertion فكيسمحنا نستفقد commercials الأشياء اللي يمكننا نقوم بإدراجها في إكسل 2013 سواء جداول رسومات بايانية أو غيرها بواسطة الانجلي ميزان باج كانت تحكمه في ضبط المعطيات اللي عندنا من خلال هاد المعلومات اللي عندنا الانجلي فورمول كيفما كيشير الاسم ديالو كيمكننا نستفدو من دي فورمول بل اكتر من ذلك يمكننا نستعملو مجموعة من الوظائف اللي كاتتضمنها هاد النافضة الانجلي الدوني ولي كيساعدنا في تحديد ضبط وترتيب المعطيات اللي عندنا وملي كانت تقلم بين مختلف الادوات كيظهروا عندنا نوافد كتقدم لنا وصف مختصر لكل الوظيفة عدنا كذلك الانجلي ريفيزيون التي قدمنا ادوات خاصة اللي كانحتاجوا استعمالها اذا اقتدى الامر الان بالنسبة الانجلي فشيه ولي كيختلف على باقي الزانجلي اللي شفنا ملي كان ضغطو عليه كانت تحول مباشرة لهاد الواجهة ولي عدنا فيها مجموعة من الوظائف يمكن الخروج من هاد الواجهة باستعمال زر اي شاب في لوحة المفاتيح او لا بالضغط على هاد السهم لاحظوا معي الان ان من اللي كانت تعاملوا مع نافذة معينة مثلا الى انتقلنا الانجلي اكوي عدنا فيهم مجموعة من الوظائف لمند ما في مجموعات police, alignment, nombre وغيرها الى التقلنا لهاد السهم فهنا كانلاحظوا هاد النافذة اللي كانتظهر ولي كانتتفرر على مجموعة من المعلومات بالضغط عليها كانتظهرنا نافذة كتشمل مزيد من الوظائف نرجع الان الواجهات المستخدم بالاضافة لهذا هنا في الاعلى عدنا هاد السر اوبسيون دافيشاش دو غيبان ملي كانتضغط عليها كتوليدنا امكان يتشخيص لغيبان دينا واللي يمكننا نحتاجو استغلالها مستقبالا انتم مختامين في لكسال 2013 بالضغط مثلا على ماسكي اوتوماتيكمان لغيبان كانلاحظو ان لغيبان كيختفي تماما من الواجهة كان نرجعو لغيبان دينا بالضغط على هاد المنتقى اللي كانتظهر بمجرد تقريب لصوري من الحافة وكيظهر عندنا من جديد لغيبان دينا بالضغط على افشيري زانجلي كيظهر عندنا فقط لزانجلي لكن في حالة تحتاجين اي وظيفة يكفي نضغطوه على هان بجموع اللي كانتوفر على هاد الوظيفة مثلا ضغطنا هنا في لغيبان دينا كيظهر عندنا اللي كانتنتامي لهاد الانجلي بالضغط على افشيري زانجلي اي لغيبان دينا في لكسال 2013 كيظهر عندنا لزانجلي مع لغيبان ديالهم وبالتالي لوريبان دياليكسال عنده مجموعة من الوظائف والخسائص ومجموعة من المعلومات التوضيحية على الأدوات والإعدادات المتقدمة اللي غنحتاجوا استعمالها إلا لاحظنا على ليسر الفوق كالقاو منو دو تيكس غابيد واللي كتوفر افتيرادين على هاد الرموز الآتية واللي يمكننا نقوم بتشخيصها بإضافة عدد من الوظائف الجديدة واللي كنستعمل بكثرة عدنا الأزرار انغوزيستخي انولي غي تابليغ وهنا عدنا هاد الزر اللي كيسمحنا بإزالة أو إضافة رمز معين اللي عليهم إشارة عدنا الظاهرين في القائمة اللي بغينا نضيفه مثلا زر نوفو يكفي نضغطه على الاختيار نوفو وكيظهر عدنا الرمز نوفو في الباغ دو تيكس غابيد لكننا كنقوم بطباعة نصوص بكثرة يمكننا نضيفه رمز لامبخيسيون كذلك في حالة ما كناش كنقوم بطباعة نصوص بشكل كتير بساطة إزالة هاد الرمز يكفي نضغطه على الزر الأيمن فلسوغي ونختار من هاد القائمة سيو بخيمة دو لباغ دو تيكس غابيد الآن مثلا لكنتو قد تستعملوا زر آخر بشكل كتير مثلا الزر كولور اللي لدينا في لونجلي أكوي فيمكننا كذلك نضيفه لباغ دو تيكس غابيد بالضغط على الزر ليمن فلسوغي نختاره أجوته لباغ دو تيكس غابيد وكيظهر عدنا وبتالي يمكننا نستعملوها من بعد ما نختاره النص اللي بغينا تلمينو مثلا نفس العملية يمكننا نقومو بها بالنسبة لجميع الأزرار اللي لدينا فلرجعنا لباغ دو تيكس غابيد وضغطنا على هاد الزر كتفتح لنا هاد النافذة وهنا يمكننا اختيار إضافة أي زر من هادو اللي كيظهروا عندنا مثلا نختاره إضافة الزر تابلو يمكننا تحديد ظهور المزيد من الوظائف بالضغط على أطر كوماند عندنا عدد كبير من الوظائف وجميعها يمكن لننضيفوها في لباغ دو تيكس غابيد عندنا هنا الاختيار توت لكوماند ولي كيظهر لنا جميع لكوماند فهاد النافذة كيظهر لنا الترتيب اللي كتظهر به لكوماند في لباغ دو تيكس غابيد ولي يمكننا إعادة ترتيبها حسب أهمية استعمالها كنرجع الواجهات المستخدين بالضغط على أنولي يمكننا كذلك تغيير مكان عرض لباغ دو تيكس غابيد إذا ضغطنا عليها بالزر ليمن فلسوغي كتظهر عندنا هاد النافذة وهنا يمكننا نختاره ظهور لباغ دو تيكس غابيد تحت لغيبان في حالة تغييرنا الرأي دينا كنرجعه ظهورها فوق لغيبان إذن يمكننا ضبط مجموعة من الوظائف بالنسبة لباغ دو تيكس غابيد ويمكن لنا إعادة ترتيب مكوناتها بشكل أصلي بالضغط على بخسونانيزي أولا بعد نختاره غينيسياليزي وكترجع لباغ دو تيكس غابيد لشكل أصلي ديالها